بيرستاو كهرباء كمين في الأهل أو لا؟ بص بيرستاو من الآخر يعني عايز يمشي ببلاشة الأهل مدله السنة الأخيرة دي عشان كاد خطيب رافض أنه أي لعيب معترف يمشي ببلاشة مدام جيبي فلوس وبتاع هيمشي يجيب فلوس فهو عنده أكتر من عرض في عرض في جنوب أفريقيا في عرض سعودي زي الخلود ووكيله كانتكلم معه موفقش على الفلوس المالية فالرجل يعني من الآخر أنا قاعد آخر سنة ليا وأنا مكمل معاك عايزين أنت مشهوني أمشي بفري مش الدوني اللي استغنى أمشي فالأهل بيقول أن بيرستاو لو جاب مستواء أو يعني ظهر بشكل كويس بدل عودة من الإصابة ما عندنا مش مشكلة يكمل لو جاله عروض واللعب وافق عليها وهيدينا فلوس مقابل أنه يمشي هنوافق على رحيله خاصة أن الرجل زي ما تلك عايز الخمسة الأجانب يمشوا كهرباء عنده رغبة أنه يطلع السعودية أو يطلع أي بلد خاصة أن كان جاله عرض في الفترة بتاعت بطولة أمم أفريقيا ومرسيل كولر الغريب أنه كان رفض دلوقتي كولر ما عنده مشكلة أن الكهرباء يمشي خاصة بعد انخفاض مستوى كهرباء بشكل غريب جدا الفترة الأخيرة فالراجل شايف أنه لو جاء عرض الكهرباء يمشي لكن لحد دلوقتي ما فيش حاجة رسمية جاءت للنادي الأهلي بخصوص محمود عبد المنعم كهرباء واللعب عنده رغبة لأنه هو حسب المعلومات يعني فلوسه أغلبها بتطلع فيه اللقصات اللي بتطلع عن النادي بسبب الغرامة لدفعها للزمالك حل